اهلا بكم الى حوار المساء ناقش منتدى الاعلام الاماراتي الذي عقد امس في دبي موضوع تأثير وسائل الاعلام الاجتماعي الجديدة على واقع الاعلام المحلي وبدى واضحا من مداخلات المشاركين في الندوة ان هناك وجهتين نظر بين من يرى ان الاعلام الجديد يشكل تهديدا حقيقيا لوسائل الاعلام التقليدية ومن يعتبره رافدا اضافيا ومكملا للاعلام التقليدي هل نحن في نهاية عصر وسائل الاتصال الجماهري القديمة وفي بداية عهد جديد بمواصفات مختلفة ماذا تضيف منابر الانترنت للصحافة الكلاسيكية وما اثار هذا التنوع في شكلها الايجابي والسلبي على المشهد الاعلامي وعلى نسيج التواصل وتبادل المعلومات في المجتمع هذا الموضوع اذا سيكون هو الملف الذي سنفتحه للنقاش في حوار المساء نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا في الاستوديو مدير مكتب صحيفة جولف نيوز في ابو ضبي عبدالله رشيد ومعنا من الرياض مدير ادارة الاعلام الالكتروني في صحيفة الرياض المهندس هاني الغفيلي ويمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك بداية الدكتور او بل استاذ عبدالله هل نحن فعلا في منعطف عصر جديد في الاعلام بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذا طبعا هذا السؤال مطروح من يمكن اكثر من عقد من الزمن عقد من عشر سنوات عندما ظهرت الصحافة الالكترونية الكثير من المحللين قالوا خلاص هذا بداية نهاية للصحافة الورقية اليوم لابد ان نذكر نقطة مهمة جدا وهي ان الاعلام صناعة يعني بيزنس البيزنس معناته انه خاض على شيئين التكلفة والكوست والانكم التكلفة والدخل والعرض والطلب الاعلام الرسمي اليوم ما عد لها وجود او ما عد لها نفوذ ما عد لها وجود ما عد لها جمهور ما عد لها متلقي الاعلام الخاص والاعلام اللي داخل في صناعة الاعلام هو الذي يعبر ويسير الاعلام هناك آراء تقول ان الصناعة الاعلام او الصحافة الالكترونية ستقضي على الصحافة اولا انا مؤمن بان ما في وسيلة اعلامية ممكن تقضي كليا على وسيلة لكن ممكن تؤثر عليها لماذا؟ لانه في عوامل كثيرة امامنا انه ممكن الاعلام الالكتروني يؤثر سلبا على استمار الاعلام التقليدي الورقي منها سهولة الحصول على المعلومة منها ارتفاع تكلفة الطباعة الورقية اليوم لا تنسى ان الورق اسعار ورق خلال عشر او عشرين سنة الماضية ارتفعت في المواد الداخلة في الطباعة اللي هي البري بريس بينما في المقابل وسائل الحصول على او وسائل انتاج الصحيفة الالكترونية اسهل من وسائل انتاج الصحيفة الورقية مثلا على سبيل المثال انت عندك ما في تكلفة ورق ما في تكلفة ايدي عاملة في الصحافة الالكترونية قادرة على الانتشار بكل سهولة عبر التقنيات الحديثة بينما الصحافة الورقية لها او تقليدية لها خط واحد خط الورق والانتاج والبري بريس والتوزيع وهالأمور هذه فهذه كل أمور وعوامل ممكن تكون مؤثرة ولكن نرجع الى ان الصناعة وبزنس ونقول ان يجب ان نفرق بين الصحافة في الوطن العربي والصحافة في الغرب هناك في تقبل في الغرب للصحافة الالكترونية اكثر منها نحن احنا الى الان ما زلنا يعني الغالبية مع الصحافة التقليدية او نسبة كبيرة ما بقول غالبية نسبة كبيرة مع الصحافة التقليدية لارتباطها بالاعلان يعني ديوم المعلن في السوق يحب ان يشوف الاعلان يمسك الورق بايده ويشوف الاعلان يشوف كذا بينما المعلن او المتلقي او المعلن في الغرب متعود من صغر على الالكترونيات وشغلات هذه فصار سهل عليه ان يتابع الاعلان في المواقع الالكترونيات ستلقي بالوسال الاعلام القديمة الى المجهول وهناك من يرى بانها تقوي ذلك كيف ترى اولا اشكركم عن هذه الاستضافة هو السؤال اللي يطرح موضوع الصراع بين الاعلام الالكتروني والصحافة الورقية اذا كنت تسمونك الاعلام تقليدي حقيقة لا يوجد صراع ليست ورقية فقط الصحافة الورقية فقط ولكن معني الاعلام التقليدي ككل سواء كان مري او مسموع او مقرؤ يعني لازم نتفق ان الاعلام الالكتروني هو منصة تعتمد على الانترنت فالاعلام الورقي صدفية الصحافة الورقية التلفزيون الاذاعة وغيرها من الوسائل التقليدية هي تنتقل بكافة خدماتها وبكافة وظائفها انصح التسمية الى المجال الالكتروني الصراع هو ليس الصراع هو تحول اجباري طبيعي يجب ان يكون يمكن الانتقال هذا بدأ من عام 2000 تقريبا وحتى الان يعني فيه تزايد هو دائما الاسئلة التي تطرح متى ستختفي الصحافة الورقية السؤال هذا يعني الان بدأ يسأل سؤال ثاني هل فعلا بدأ تختفي الصحافة الالكترونية باعتبار ان اغلب المستخدمين الان لا يعتمدون مثلا على الصحافة الالكترونية في تقصي الاخبار يعتمدون على الشبكات الاجتماعية تويتر وغيرها في عملية الحصول على المعلومة الوسائل الاخرى زي الواتس اوب منصات الالكترونية اخرى يعني التغيرات والتحولات الطبيعية او السريعة تخلق نوعا من عملية لا توازن الصحف الالكترونية او الصحف الصحف الورقية ما زالت الصحف المتخصصة تسير في اتجاه جيد يمكن اول سابقا قبل عشر سنوات كانت الصحف الورقية كانت تغطي الاخبار وتتابع الاحداث الان اصبحت تكتفي بالتفسير والتحليل والتأويل يعني زي ما يقولون هذا الدور اللي كانت تتقمص سابقا المجلات المجلات اصبحت دورها مفقود لان الصحف الورقية هي فعلا تقمصت هذا الدور في تحولات طبيعية الهرم مثلا الهرم اللي كان يعتمد على المراسل كمصدر معلومة اصبح مقلوبا باعتبار ان المراسل اصبح يتقص الخبر مثلا من وسائل اجتماعية دور رئيس التحرير اصبح كأن القارع هو يقوم بدور رئيس التحرير في مفاهيم كثيرة تغيرت تحولت لكن التحولات اللي موجودة في دول غربية تحولات قوية ويمكن في صحف انهارت لكن عندنا التحولات لا ما رح تكون بالتسارع هذا لاعتبارات اجتماعية اختص فيها مجتمعنا العربي وبالذات مجتمعنا السعود بمعنى المهندس هاني ترى بأنه لا يمكن ان تندثر او يندثر اعلام التقليدي سواء كان مريا ومسموعه وتحديدا على الاعلام الورقي المكتوب لو سمعت لي فقط بضيف نقطة بسيطة يعني لما قلت خصوصية المجتمعية كان في البعض عنده حساسية من كلمة الخصوصية في المجتمع السعودي انا قصد فيها الاعلانات يعني نلاحظ كلنا في صحفنا السعودية الاعلانات التعازي والتهاني اللي يعني تكون روافط قوية جدا لاستمرار الصحف الورقية هالشيء هذا مش موجود بالظاهرة الموجودة بمعنى مهندسان الاعلان والدخل إذا سمحت لمهندسان بمعنى يعني أستشف من كنامك بأن الصحافة الورقية لأن أصبحت صحافة تجارية فقط افتقدت إلى المادة العلمية التي كانت يبحث عنها في السابق ممتازة وتحولت أدوارها جميل دعني أتحدث إلى أو أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ عبدالله هناك من يرى بوجوب الاستفادة من وسائل الإعلام الجديدة أن تستفيد وسائل الإعلام القديمة من وسائل الإعلام الجديدة بسرعة ونقل الأخبار مع الحفاظ على المصداقية في الخبر طبعا لو سألنا مجموعة عملنا مثلا بحث بين المتلقين وسألنا مجموعة من القراء أو الباحثين عن المصداقية سنجد أن الغالبية نسبة المصداقية بما ينشر ويبث في الإعلام السوشال ميديا ما يسمى السوشال ميديا يمكن أقل من ثقة المتلقي يعني من ثقتها بالإعلام الورقي المطبوع أو التقليدي خلنا نقول حتى الآن لم يستطع السوشال ميديا أن يخلق ثقة تامة 100% لدى المتلقي يمكن هذا يعود إلى يمكن يعني الخلفية الثقافية للمتلقي أنا أتكلم عن العالم العربي بحكم أن حداثة الموضوع بحداثة الموضوع لكن مثل ما قال المهندساني أنه يختلف طبعا العالم الغربي عن العالم العربي لأن هناك المتلقي عقليته مختلفة المنتلسة يختلف عنده من الصغر ممكن من المدرسة من البيت الإعلام أو الشيء الإلكتروني التبادل الإلكتروني عنده شيء أساسي ومجد أساسي الفكرة أنه نرجع إلى مثل ما تفضل المهندساني أن التكلفة وأنه لماذا أنهارت بعض الصحف الكبيرة في العالم لأنها تكلفة إذا أنت لم تستطع أن توازن بين التكلفة والدخل أكيد يعني ما راح تستمر إذا ما في رافض مادي قوي يخليك تستمر سواء كنت موثيلة على مرئية أو الوثيلة هذه مقروعة أو مسموعة أو مطبوعة لابد أن يكون هناك مواظن لذلك الكثير من الصحف التي توقفت ورقيا بقيت إلكترونيا لأن البقاء الإلكتروني أسهل يعني اليوم أنت عندك حجم الإنفاق الإعلاني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2010 كان حوالي 22 مليار عبر الإلكتروني 2012 قفز إلى 31 مليار يعني أنه في تزايد بينما إلى الآن ما لا يوجد لو لا توجد إحصائية دقيقة بأرقام محددة عن الحجم الإعلاني الإلكتروني في البطن العربي بس أنا أعتقد أن الحجم الإعلاني أو حمج الإنفاق الإعلاني في الصحف والوسائل التقليدية الآن أكثر عنها من تواصل الإلكتروني نعم لأن ثقة المعلن وحتى المتلقي بما يبث أو ينشر من الإعلان على الورق وفي التلفزيون أكثر من الإعلان الإلكتروني جميل دعني ياسر أكسر عبدالله أنت مدير مكتب لصحيفة أو لأحد الصحف التي تعتبر من الصحف الإعلامي الإعلام التقليدي هل قيمة الصحيفة الآن مثل ما كانت في السابق كقيمة إعلامية لا طبعا لا أكيد لأن اليوم في السابق كان المتلقي ينتظر الخبر حتى لو مر عليه 24 ساعة لأنه لا عنده وسيلة أخرى فلذلك كانت كان مصدر الصحيفة كانت مصدر الخبر ومصدر المعلومة ومصدر البحث والدراسة والعمود والإنترتينمت التسلية والرياضة وكل كله كان الصحيفة كانت المصدر الأساسي وربما الوحيد مع التلفزيون إنما اليوم مصدر من المصادر فبالتالي اضطرت حتى الصحف سواء الناطقة بالغرينجليزية أو الصحفة العربية أن تغير استراتيجيتها يعني اليوم أنا لو حدث خبر يعني حدث معين في مكان ما وما عندي البث الإلكتروني إن أنا أنقل الحدث إلى الويب مباشرة بس أنتظر الورق أصبح الخبر بايد أصبح مو بس بايد هتحول إلى أضحوك لأن المتلقي الخبر أصبح 24 ساعة لما أعطي بكرة فهذا نقطة مهمة جدا جميل دعني أسأل المهندس هاني مهندس هاني وأنت في صحيفة الرياض مدير الإدارة الإعلام الإلكتروني ذكر الأستاذ عبدالله بأنه لا قيمة إعلامية الآن للصحافة الورقية مثل السابق نعلم أنه الآن الصحافة الورقية تروج لشركات الدعاية والتسويق بأعداد المشتركين ووصل سعر اشتراك الصحف في بعض البلدان إلى رقم منخفض جدا كيف يمكن التوفيق ما بين الاثنتين سواء كان الإعلام التقليد أو حتى الإعلام الجديد في التسويق أقصد من أهم طبعا النقاط التي ذكرها أستاذ عبدالله موضوع الورق الورق ارتفع خلال ثلاث سنوات أكثر من ثلاثمائة ضعف أو بلا صحف خمس سنوات أكثر من ثلاثمائة ضعف ثلاثمائة بالمئة نعم ثلاثمائة بالمئة بمعنى أنه في حصائية ذكرت أن 91% من الصحف على مستوى العالم يعني قيمة طباعتها أعلى من قيمة بيعها ما في موارد مالية زي ما كان في السابق من خلال بيع الصحيفة إلا الإعلانات فإذا كانت الإعلانات تتجع إلى وسائل إلكترونية ثانية لذلك الجدوى المالية من نحن كنا عارفين أنه الصحف فيها شركات خاصة مؤسسات يعني خاصة فالجدوى المالية منها ضعيف جدا وخسائر بالتالي يتم إغلاق الصحيفة هو نقطة الخبر الموجود في الصحيفة الورقية ما يعتمد على الأجوبة الثلاث زي ما يقولون اللي هو السؤال المكان والزمان ومن بينما يعني يكون الإجوبة على يعني التفسير وتحليل الخبر واستقصاء زي ما يقولون وراء الخبر أو زي ما يقولون فيها الصحافة الاستقصائية هو البحث عن حقيقة معينة من خلال دراسات يعني يقومون فيها هذا هو مجال الصحافة الورقية ورح تستمر إذا تخصصت بكل تأكيد الجانب الإكتروني كل تأكيد الجانب الإكتروني هي صحافة فورية صحافة مباشرة يكون فيها تفاعل مباشر مع القارئ هذا الشيء مستحيل يكون في الصحافة الورقية أو الماس ميديا الإعلام التقليدي جميل أيضا كيف ترى مهندس هاني كسر الاحتكار الآن بالنسبة لوسائل الإعلام الجديدة فيما يخص الرقابة أو السلطة السياسية هل هذا يعني ينعكس إيجابا أم سلبا على الإعلام الجديد طبعا مشكلة الضوابط في الصحافة الإلكترونية أنها تعتمد على الإنترنت فيعني الضوابط فيها جدا قليلة والإشكالية الأخرى أن أغلب الصحف الإلكترونية أو المشاريع الإلكترونية يقدونها الشباب ما عندهم خبرة إعلامية لذلك يعني ممكن علشان ينتشر الخبر بشكل أقوى يعتمدون مثلا على إثارة من باب أنه يكون زياد المشاهدين باعتبار أنه كل ما يزيد مشاهدين يزيد لهم الإيراد يزيد لهم المشاهدات يزيد في الإعلانات الظهور فيزيد الدخل بكل تأكيد المعايير جدا ضعيفة في المواقع الإلكترونية مع أني أنا مصنف أنا ضيف باعتبار أني من جهة الإلكترونية لكن فعلا المعايير فيها قل بكثير من الصحف الورقية أنا ما نتكلم عن الكل أنا نتكلم عن الغالبية في المواقع والصحف والمشاريع الإلكترونية إضافة إلى فيه جوانب يكون فيها جانب التشهير فيه جانب يعني يكون صعب باعتبار أنه ببعض الأسماء تتخذ أسماء وهمية فيكون يعني زي ما يسنفون رؤسات تحرير بعض الورقيين يعني يختلط الحابل بالنابل في مجال الإلكتروني بينما في الصحافة الورقية لأ الموضوع يكون فيه رزانة أكثر يكون فيه موثوقية أكثر حتى الصحف اللي يكون يعني يكون فيها تشهير أو فيه جوانب تعاقب وتعلن عقوبتها يعني صحيح أستاذ عبدالله في السابق كنا في عصر انتظار استقبال المعلومة الآن في وسائل التصال الجديدة وسائل التصال الإعلام الجديدة أصبحنا في عصر يتطلب تنظيم المعلومة وليس استقبال المعلومة مثل ما كان في السابق هذا الكلام صحيح مية بالمية لأن حتى النقطة اللي أشار لها المهندساني اللي هي مسألة ما يبث على الانترنت أو الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الإلكترونية أو الإعلام الورقي اليوم أنت تنتظر يعني يمكن نحن زمان كنا نسعى إلى الحصول على الخبر اليوم أنت الخبر يأتيك وأنت سواء شئة أما بيت الخبر سيصل إليك الإيجابيات فيها شيء أنه فيه سرعة الوصول وسهولة الوصول للمعلومة شيء نقطتين لكن السلبيات فيها أن المصداقية ومسألة الأخلاقيات يعني أخلاقيات المحنة إذا أنت بأي نسبة هذا الخبر أو هذه المعلومة تحمل مصداقية لديك أنت كمتلقي هذه نقطة الأخرى وهي أن الأخلاقيات مثل ما أشار للمهندس هاني أنه ممكن يكون تجاوزات في الإعلام الإلكتروني بينما في الإعلام التقليدي التجاوزات يمكن لأن تحدها قوانين وسهولة معرفة أو الوصول إلى العاملين في الصحافة الورقية أسهل من الوصول إلى العاملين في الصحافة الإلكترونية أن النقطة التي أقولها أن نرجع للبدايات أن وسيلة هل تلغي إلى وسيلة أخرى يعني أنا أعتقد أن من الصعوبة بمكان أن نقول أن هذه الوسيلة ستلغي الأخرى يعني إذا رجعنا إلى الأول صحيفة ظهرت في العالم كانت 1665 في إسكان اسمها أكسفورد جازيد بينما أول بث إذاعي 1906 تجريبي و1920 كبث تجاري يعني بين الأول الصحيفة لا أكثر من حوالي 40 سنة تقريبا 1600 وشي فالفكرة أن لما ظهرت الإذاعة كتقنية حديثة العالم أعتقد أنه خلاص الصحافة انتهت لكن لو لاحظنا أن الصحافة تعدت على الإذاعة وخذت مكان أكبر لأن بالرغم أنها كانت أقدم كتقنية الإذاعة كانت أحدث نفس الشيء التلفزيون التلفزيون حدث العكس التلفزيون خذ مكان الإذاعة نعم دعونا سيد عبدالله عند التجاوزات التي ذكرتها تحدث في وسائل الإعلام التواصل الجديدة هل بسبب هامش الحرية الذي يوجد في وسائل الإعلام الجديدة هامش حرية أكبر دعا إلى هذه التجاوزات هو أكثر أكثر من عامل هامش الحرية عامل لكن العامل الآخر هو إحساس المرسل أن يمكن شوية هو بعيد عن رقابة إحساس بأن ما عند الرقابة الذاتية أنت لو صحفي في جريدة في رقيب داخلي في رقيب رئيس تحرير في رقيب ديسك في رقيب وفي رقيب ذاتي بينما في الصحافة الإلكترونية أنت كل شيء أنت رئيس التحرير أنت الدسك أنت المحرر فإحساسك أنه لا يوجد رقيب يمكن أن تأخذ راحتك في الكتابة وغيرها غير هذا أنه إلى الآن كل دولة لها يمكن قانون أو في دول ما عندها قوانين أصلا للصحافة الإلكترونية أو الإعلام الإلكتروني في شكل عام بينما الإعلام التقليدي في قوانين وربما قوانين دول كثيرة تتشابه ودول تأخذ من دول أيضا سهولة الخبر أصبح يعبر الحدود بدون رقابة في السابق أنت لو تطبع مجلة وجريدة لا بد أن تمر عبر الرقابة والحدود وغيرها جميل مهندس هاني دعني أسألك عن المخاطر التي تحيط في وقتنا الحال بوسائل التواصل في الإعلام الجديد أنا أريد أن أعقب على نقطة تفضل نقطة مهمة موضوع أن الوسيلة أو اعتبار أن الإعلام الإلكتروني هو وسيلة أنا أختلف مع الأستاذ عبدالله أن الإعلام الإلكتروني ليس وسيلة الإعلام الإلكتروني هي منصة وشي طبيعي أن جميع الوسائل الوسائل الممكن أن نقول المذيع وسيلة التلفزيون وسيلة الصحافة الورقية وسيلة هي بالتأكيد ستنتقل إلى هذه المنصات الإلكترونية ويحتضن جميع الوسائل التي ذكرت هذه فقط النقطة التي أريد أن توضحها بخصوص موضوع الملكية الفكرية التي غائبة جزئيا عن الإعلام الإلكتروني هي شائعة حتى إلى درجة بعض المستخدمين يعتبر أنه صورة مثلا يحصلها في جوجل هي حق شائع وهذه طبعا مفاهيم جدا خاطئة وهذه استخدامات لو نلاحظ مثلا أي خبر ينزل على موقع إلكتروني أو صحيف إلكترونية نجد أنه نسخ ولصق يكون ينتشر في صحف إلكترونية أخرى بدون رقيب ولا حسيب للأسف الإشكاليات هذه تؤثر على حتى استثمار المواقع الإلكترونية الموثوقية فيها العمل يعني الصحيف الإلكترونية التي تسعى إلى جذب معلومة مثلا يكون عندهم دسك متميز يكون عندهم مراسلين بشكل قوي باختصار يسرق عملهم وينتشر بدون أي فائدة يعني يقدر يتميزها بعكس الصحف الورقية ممكن هل الموضوع أو التقرير هذا ينزل وميزها ويساعد على انتشارها ويساعد على يعني اتساع رقعتها جميل عندك إضافة ما أندساني لا بس فقط أنا كنت أود أشدد على موضوع الحماية الفقرية في الصحف الإلكترونية ولازم يكون فيها ضوابط أخلاقية ولازم يكون فيها من الجهات الرقابية لازم يكون في التزام في معاقبة الجهات الإعلامية جميل يمكن فيه برضو نقطة ذكرتها قبل شوي أنه الآن العصر هو ليس عصر معلومة أو عصر يعني لأن المعلومة تجينا من أي مكان تجينا من خلال الشبكات الإجتماعية تويتر هو عصر تنظيم المعلومة المعلومة تجينا بشكل كبير لكن المعلومة أولا عددها ضخم مش مصنفة ما في موثوقية عليها فأعتقد الآن التحدي هو وضع بوابات أو أعمال الإلكترونية تعيد هذه المعلومات وتصيغها وتعيد نشرها للمستخدم بشكل موثوق بشكل مصنف مهندساني دعني أسألك إلى متى ونحن نستقبل ما يصنعه الغرب متى نشارك في صنع الحدث والله للأسف نحن في كل حاجة نستخدم وعسى نستخدم برضو بشكل كويس يعني يبغلنا سنوات طويلة علشان نقدر نبادر في النشر يمكن عندنا كخصوصية في السعودية يعني فيه مبادرات جيدة باعتبار أن أغلب الشباب متجه للتقنية بشكل قوي نحن دائما ينقال الشباب السعودي شباب بلا ترفي فمجال الإلكتروني لهم مجال خصب لنثر إبداعاتهم للحقيقة يعني فيه إبداعات لكن الإشكالية مش فقط في إبداعات الشباب في ثقة الناس في إبداعاتهم يعني هي مجتمع نحن نثق في أعمال الغرب يعني صحة تسمية بين قوسين بشكل مبالغ فيه فيه فعلا فيه مشاريع جدا ممتازة وبل تتفوق على بعض المشاريع المشهورة عالميا لكن الإشكالية في مجتمعنا وفي واقعنا الواضع جميل دعني أسأل أسأل عبدالله كيف ترى مستقبل الإعلام الجديد أعتقد أن إذا استطاع الإعلام الجديد أن يضع قدمه في ساحة الإعلانية ويستقطب المعلنين سيؤثر بشكل كبير جدا على الإعلام التقليدي هي مثل نقطة الإعلام والدخل مثل ما قال المهندساني إذا ما في دخل ستتوقف في نهاية الأمر لكن هي نقطة الإعلام إذا استطاع الإعلام الجديد أن يجد له موطع قدم في الساحة الإعلانية بشكل أكبر سيكتسح الإعلام التقليدي جميل الأستاذ عبدالله رشيد مدير مكتب صحيفة جولف نيوز في أبوظبي كنت ضيفا معنا من هنا ومن الرياض مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في صحيفة الرياض المهندس هاني الغفلي نهاية حلقة اليوم يمكن لمن فاتته حوارات المساء العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com المساء موعدنا ما يتجدد غدا في الخامسة بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت أبوظبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر